سيد محمد ايه هو ما كان يحتاجه الصعيد في السابق وايه اللي كان المفروض يتعامل للصعيد وايه اللي احنا وصلنا له تمام بداية من قبل 2016 كان فيه كرة كتير مش وصل لها مياه مش وصل لها غاز مش وصل لها مرفض كتيرة تمام كان فيه كرة في عدد المدارس كان فيه مشاكل كثيرة مع النمو السكاني طبعا فكانت محتاجة ان يوصل لها المرفق دي كلها وكان اهالي الصعيد شايفين ان هم يعني مش وصل لهم الاهتمام الكافي بيهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية 2016 قال هنبتدي نعمل حياة كريمة وهي فعلا حياة كريمة لكل مصر فبدأ يدخل المرافق فعلا للصعيد اتصرف على الصعيد على البنية التحتية والمرافق من 2016 لحد 2022 1 تريليون جنيه مصري على المرافق كلها في الصعيد ولا في مصر في الصعيد 1 تريليون جنيه 1 تريليون جنيه من كام لكم؟ من سنة كام؟ من 2016 لحد 2022 في ست سنين واحد تريليون سعيد بس سعيد بس تم الصرف تم الصرف على بناء مدن جديدة تبنى 14 مدينة جديدة منهم سواجي الجديدة منهم أسواني الجديدة منهم إنل الاجتماعية ويعني كرة كتير من وجهة نظري يرى أن الحكومة المصرية تعملت على خطتين الخطة الأولانية وهي البناء والخطة الثانية هي تطوير أصل الموافق الموجودة والخطتين ماشيين بنجاح جدا بحيث أنهم وفروا كتير قوي منها محطة القهربة الجديدة اللي تبنت في السعيد ودخلت 8000 ميجاوات زيادة ده غير السكة الحديد ده غير قطاع الصرف اللي دخل فيها حوالي 250 قطاع صرف جديد ده غير البوابات ده غير الطرق الصحراوية والطرق التعامل الجديدة بتوصل ده غير عشر مدن صناعية اتعملت في السعيد فكل ده ساعد أكيد في تنمية حياة أي فوضي في السعيد طيب